شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أحد الكتب التي وقع عليها الظلم والإجحاف من قبل هذه الأمة كتاب نهج البلاغة الذي رواه الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه عن إمام المتقين ومولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه طبعا هذا يمثل جزءا من مظلومية أهل البيت أهل البيت لم يظلموا فقط في حياتهم وإنما ظلموا أيضا بعد وفاتهم تراثهم مظلوم قبورهم مظلومة وما رأيتموه مما جرى قديما وما جرى حديثا على قبور أهل البيت هذا جزء من مظلوميتهم ذريتهم مظلومة فكرهم مظلوم وحتى إذا تلاحظون أسماءهم مظلومة من قبل هذه الأمة أحد الإخوة كان يقول هذه ملاحظة جديرة بالالتفاة تجدون بعض العوائل الكبيرة طبعا من الذين لا ينتمون إلى أهل البيت ولا واحد منهم يحمل اسم من أسماء أهل البيت ولا واحد من أبي صلى الله عليه وآله أجر رسالته المودة في القربة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ولكن يحاربون أهل البيت حتى في أسمائهم عائلة فيها ألوف لا تجد فيها واحد يحمل اسم علي أو فاطمة على كل حال إحدى الكتب التي وقع عليها الظلم والإجحاف والجفاء من هذه الأمة كتاب ناهج البلاغ ماذا يمثل نهج البلاغة بالنسبة إلينا أذكر على نحو الإختصار ثلاثة نقاط النقطة الأولى نهج البلاغ يمثل لنا المعرفة الصحيحة قضية المعرفة قضية مهمة جدا الآن البشرية تتخبط في قضية المعرفة لا أقول اليهود والمسيحيون وعباد الأصنام يتخبطون في قضية المعرفة هذا واضح مئات الملايين من المسلمين يتخبطون الآن في قضية المعرفة وتعلمون أن المعرفة هي القاعدة التي يبنى عليها جميع الأبنية الفوق نهج البلاغ يمثل لنا المعرفة الصحيحة بالله وبالنبي وبالإمام في نهج البلاغة مع الأسف حتى إحنا بعيدين عن نهج البلاغة مو الآخرين الآخرون بعيدون حتى إحنا بعيدين عن نهج البلاغة في كتاب نهج البلاغة سؤل علي صلوات الله عليه عن التوحيد والعدل ما هو التوحيد؟ الآن المسلمون مئات الملايين منهم تخبطوا في قضية التوحيد مئات الملايين من المسلمين وأقصد بكلمة مئات الملايين معناها الحرفي متخبطون في قضية العدل الآن يعتقدون أن الله تعالى هو الذي أجبر أبا جهل على الكفر ويوم القيامة يأخذ أبا جهل ويضعه في أسفل الجحيم هذا مثل واحد أبو يجبر ابنه على عمل ثم يعاقبه على ذلك العمل هاي عقيدة مئات الملايين من المسلمين الآن ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء هاي عقيدة المسلمين كثير منهم الآن لأنهم ابتعدوا عن نهج البلاغة وابتعدوا عن أهل البيت الله يجبر شارب الخامر على شرب الخامر بعدين يوم القيامة يلقيه في نار جهنم يقول لماذا شربت الخامر هذا متخبط في العقيدة سئل علي صلوات الله عليك ما في نهج البلاغة عن التوحيد والعدل فقال التوحيد اللا تتوهمه والعدل اللا تتهمه جملتان ولكن تحتهما تحتهما بحر أو بحور من المعرفة شايفين تعريف للتوحيد والعدل ألطف من هذين التعريفين التوحيد اللا تتوهمه والعدل اللا تتهمه قضية القضاء والقدر هذه تشكل معضلة في الفكر البشري من عشرة آلاف عام إلى هذا اليوم وحتى المسلمين الآن متحيرون في هذه القضية راجعوا نهج البلاغة علي صلوات الله عليه بكلمات يحل هذه المعضلة في جوابه لذلك الرجل الشام في مسيره إلى الشام لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما علي صلوات الله عليه لاحظوا هذه المعارف يقول عن الله سبحانه وتعالى مع كل شيء لا بمقارنه وغير كل شيء لا بمزايله هذه الكلمات تحمل كنوز من المعرف الأحد بلا تأويل عدد من أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده سبق الأوقات كونه كل ظاهر غيره غير باطن وكل باطن غيره غير ظاهر إذن أولا نهج البلاغة يمثل لنا المعرفة الصحيحة بالله وبالنبي وبالإمام النقطة الثانية نهج البلاغة شوفوا أمام أعيننا في هذا العهد عهد العولمة وسائل المعرفة متوفرة فكيف في تلك العهود المظلمة التاريخ التاريخ الذي عندنا تاريخ مزيف ونهج البلاغة يمثل لنا التاريخ الصحيح ولعله من أسباب الحرب على نهج البلاغة هو هذا البعد لاحظوا الخطبة الشقشقية قديما كانوا يحفظون الخطبة الشقشقية وينبغي على شبابنا أن يحفظوا هذه الخطبة الخطبة الشقشقية تمثل التاريخ الصحيح كتب علي إلى معاوية تمثل التاريخ الصحيح وتكشف تلك الحقبة المظلمة هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة نهج البلاغة يمثل لنا الموعظة الناجعة نحن كل واحد مننا يحتاج إلى موعظة النبي صلى الله عليه وآله هذا تعليم لنا عندما كان يأتي جبرايل وجبرايل خادم للنبي صلى الله عليه وآله النبي كان يقول لجبرايل عظني هذا تعليم إلن فقال جبرايل للنبي صلى الله عليه وآله عش ما شئت فإنك ميت إلى آخر مواعظ جبرايل هذا قديما كان متعارف كل واحد يشوف فد واحد أعلى منه ولو برتبة واحدة يطلب منه الموعظة نهج البلاغة يمثل لنا الموعظة الناجعة هذه القضية مذكورة في نهج البلاغة همام قضية معروفة رجل عابد طلب من أمير المؤمنين صلى الله عليه أن يبين له صفات المتقين الإمام تمنع فألح عليه همام فالإمام بدأ بذكر صفات المتقين ذكر حوالي مئة وعشر من صفات المتقين ماذا فعلت هذه الموعظة بقلب همام الناس كانوا يستمعون إلى الخطبة وإذا بهم يسمعون صيحة التفتوا وإذا بهم يرون همام يسقط مغشيا عليه غشية كانت فيها نفسه خرجت نفسه إلى رحمة الله وإلى رضوان الله فقال علي صلى الله عليه هكذا تصنع المواعظ البليغة بأهلها إذا الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه الآن موجود من الناحية الظاهرية معنا ولكن كلماته موجود هذه الكلمات تغير الروحية الإنسان عندما يحفظ هذه الخطبة خطبة المتقين الخطبة الغراء مواعظه صلى الله عليه حول الدنيا حول الآخرة حول القابر يشعر بتغير في روحيته وهذا من أهم الأشياء التي نحتاج إليها أنقل لكم قضية ولو هذه القضية خارج الإطار واحد من الشيب الكبار الطاعنين في العمر نقل أنه لعل هذه القضية ما القبل أربعين عام أو أكثر قال أحد الخطباء الخطباء قديما كانوا يعظون منابرهم كانت منابر موعظة غالبا قال أحد الخطباء تكلم عشرة أيام أو عشر ليالي عشر منابر كاملة حول صلاة الليل ومعطيات صلاة الليل وآثارها في الدنيا وفي الآخر عشر ليالي يقول هذا الشيخ الكبير أنا من ذاك الوقت إلى هذا اليوم لعله بعد أربعين عام لم أترك صلاة الليل ولا ليلة واحدة النقطة الثانية التي كان يقولها هذا الشيخ الكبير كان يقول وما أظن أن واحد من الذين حضروا هذه الأيام العشر أو الليالي العاشر ما أظن واحد منهم ترك صلاة الليل منذ ذلك الوقت إلى هذا اليوم هكذا تصنع المواعظ البليغ فنهج البلاغ يمثل المواعظ البليغة إحنا إذا حفظنا نهج البلاغ ولو مقاطع منه نشعر بتغيير في روحيتنا في حياتنا في حياتنا الاجتماعية في حياتنا العائلية نشعر بالقدرة أكثر على مقاومة الشيطان هذا الشيطان قاعد على قلوبنا ودائما يوسوس لنا ملتقم القلب الشيطان ملتقم قلوبنا دائما يحركنا نحو الشار نحو الفتنة نحو الإفساد عندما واحد يحفظ القرآن الكريم نهج البلاغة الأدعية هذه الأدعية تعطيه قوة روحية تعطيه قدرة على المقاومة أنا أقترح اقتراحين الاقتراح الأول أن نحاول أن نقترب أكثر إلى نهج البلاغة نشتري نهج البلاغة نضعه في بيوتنا نشتري شروح نهج البلاغة نضعها في بيوتنا ومكتباتنا نطالعها بين فترة وأخرى نحاول أن نحفظها مقاطع من هذه الخطأ إذا من نتمكن نحفظ الخطب الطويل على الأقل الكلمات القصيرة المذكورة في نهاية نهج البلاغة نحاول أن نحفظها في دوراتنا الثقافية نحاول أن يكون نهج البلاغة جزء المنهج هذا الاقتراح الأول وعند ذلك نحفظه بتحول هائل في حياتنا الشخصية والعائلية والاجتماعية الاقتراح الثاني هذا يرتبط هذا الاقتراح بالمثقفين الآن كثير من شبابنا مثقفون يحملون شهادات عليا في المجال الذي أنتم فيه حاولوا أن تستلهموا من حقائق العلم لفهم نهج البلاغ وتفهيم نهج البلاغ أنتم تعملون في أي حقل في حقل الطب تعرفون حقائق طبية طبيب يطالع نهج البلاغ وفق قاعدة علمية طبية تعلمون في نهج البلاغ حقائق طبية علمية ما وصل إليها العلم إلا بعد ألف عام علي ذكرها في نهج البلاغ رجل عادي ما يتمكن يعمل هذا العمل ولكن طبيب يعتمد على قاعدة علمية يتمكن أن يفهم الحقائق الطبية في نهج البلاغ نهج البلاغ مشحون بالحقائق الطبية العجيبة إذا واحد يدرس منكم في مجال السياسة وفق هذه المعطيات السياسية التي عندكم يمكن أن تفهموا نهج البلاغ بشكل أفضل لاحظوا عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمالك الأشتر وما تضمنه من بنود العالم وصل إليها بعد ألف عام الآن هذه الشعارات التي يرفعها العالم وثيقة حقوق الإنسان التي يفتخر بها العالم كثير من حقائقها موجودة في نهج البلاغ وسبق علي صلوات الله عليه وثيقة حقوق الإنسان الذين يعملون في مجال الاقتصاد في حقول الاقتصاد هناك حقائق اقتصادية في نهج البلاغ العلم وصل إليها بعد ألف وأربعمائة عام أنقل لكم هذه القضية واحد يقول رأيت مضمون القضية يقول رأيت واحد من كبار الغربيين المهتمين بتخفيف المعاناة على البشرية عن البشرية يقول قلت له قال لي إننا بعد بحوث طويل وصلنا إلى أن سبب الفقر في العالم استئثار الأغنياء هذا بحث طويل في علم الاقتصاد أنه ما هو سبب الفقر وشرح لهذه النظرية قلت لم تأتي إلينا بجديد إذا هاي نظريتك للعالم جديدة لكن إحنا الشيعة أهل البيت مو جديدة لأن هذه الحقيقة ذكرها علي ابن أبي طالب في نهج البلاغ قبل ألف وأربعمائة عام علي يقول في نهج البلاغ إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلا بما متع به غني نفس هاي النظرية يقول فتعجب وقال أنتم الذين لكم شخصية مثل علي ابن أبي طالب ليش تعيشون هذا الواقع المتخل الأم اللي تحمل شخصية تملك شخصية مثل علي ابن أبي طالب ليش هذه الأمة أمة متخلفة أحد كبار الأدباء هذا بعد آخر أحد كبار الأدباء في القاهرة في مصر وقيم له حفل حفل تكريم هذا الأدب يقال له أمير البيان قام واحد وقال لم يستحق في التاريخ لقب أمير البيان إلا رجلان أحدهما علي ابن أبي طالب والآخر فلان يعني هذا الأدب الكبير فقام الأدب الكبير وذهب إلى المنصة وهو غاضب وأخذ الميكروفون وقال أين أنا وأين علي ابن أبي طالب طبعا هذا مو شيعي أنا لا أسوى شسع نعلي علي ابن أبي طالب هذا أمير البيان يقول هذه الكلم أكو كاتب بالتاريخ من أعظم الكتاب يقال له عبد الحميد في المثل بدأت الكتابة بعبد الحميد وانتهت بابن العميد من أكابر الكتاب بدأت به الكتاب قيل له كيف امتلكت هذه المقدرة الأدبية الراقية قال حفظت سبعين خطب من خطب علي ابن أبي طالب امتلكت هذه القطرة كل واحد منكم انتو الشباب المثقفين حاولوا أن تفهموا نهج البلاغ من خلال القاعدة العلمية التي تمتلكونها في مجال الطب في مجال السياسة في مجال الإدارة في مجال الاقتصاد في مجال الاجتماع في مجال علم النفس في مجال الأدب في بقية المجالات نحن يجب علينا أن نعود إلى نهج البلاغ وأن نحي نهج البلاغة في بيوتنا ومجتمعاتنا وفي العالم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر